الأهم للأطفال كلها تعبانة وعندهم ارتفاع في درجة الحرارة عشان كده واجه بالتنويه اننا نتكلم النهاردة عن السخنية وازاي نتعامل معها لو الطفل عندك حرارته عالية ونتكلم شوية عن السخنية ونقول الاحتقادات الخطأ اللي بتحصل والتعامل الغلط مع السخنية وجرعة البرس التمول وجرعة البروفين وهنتكلم عن ازاي تتعامل مع السخنية بشكل صحيح معكم دكتور أحمد خميس يلا بنبدأ الحل في البداية كده لازم نعرف ان ارتفاع درجة الحرارة بينعرف ان ينقس درجة حرارة الطفل سواء بالترمومتر الديجيتال اللي بدينا رقم او بالترمومتر الزئباق طيب ايه الاماكن اللي بنقس منها درجة الحرارة وايه افضل مكان الاماكن اللي بنقس منها درجة الحرارة الطفل ممكن نقسها من الفم ممكن فتحة الشرج وممكن تحت الباط وافضل مكان فيهم تحت الباط وبيكون احسنهم وادقهم طيب ايه درجة الحرارة الطبيعية للطفل درجة الحرارة الطبيعية تكون من 36.7 إلى 37.3 درجة الحرارة الطبيعية درجة الحرارة الطبيعية اللي المفروض يكون هذا الرنج ومهم جدا كمان نعرف ان احنا لو قسنا درجة الحرارة من تحت الباط لازم نزود نصف درج يعني لو كانت 36.5 بنزود نصف درجة تبقى 37 طيب متعامل ازاي مع الحرارة بشكل صحيح؟ في البداية كده اول لما تلاقي درجة الحرارة طفلك عالية بلاش تجلاجه وتتوتره وتطلعه تجرع الدكتور انت اول طبيب لطفلك انت الطبيب الاول والانسل لطفلك في حالة زي دي اول لما تلاقي درجة الحرارة الطفل عالية نبدأ نجلل الهدوم بداحته شوية ونخفف عنه وكمان نبدأ نجاعده في مكان تهوية يكون فيه هوا كويس ونبدأ نعمل كمادات للطفل طيب الكمدات بتتعمل فيه احسن الاماكن اللي بتعمل فيه الكمادات تحت الباط وعلى الرقبة والنص التحتان وبين وراك الطفل دي كده الاماكن الكويسة جدا اللي بيعد منها اوعدة موية كبيرة وبتساعد من ضرير حرارة الطفل تنزل بشكل سريع بلاش نعمل كمادات على الرأس مالهاش اي لازمة خالص ولا بتنزل لان كمية الدم اللي بتعد من الاماكن ديت جليلة جدا ومش هتنزل ضرير حرارة الطفل الاماكن اللي قلنا عليها ديت افضل اماكن تعمل فيها كمادات والمال اللي بنستخدمها بلاش نستخدم مية ساعة جدا بنستخدم مية فطرة مية عادية كده نبدأ نستخدمها لمدة 10 دقايق وبعد كده نبدأ نستخدم خوافض الحرارة طيب ازاي نستخدم خوافض الحرارة موجودة في الصيدلية في اسامي كتير جدا نبدأ واحدة واحدة اهم حاجة واقمن حاجة وافضل حاجة من عمر يوم مادة البرس تمول موجودة في الصيدلية في اسامي كتير جدا موجودة في الستال شرب ونقط والبوس وموجودة في الابيمول وموجودة في البرال وغيره دي ااهمى المادة من عمر يوم منك نستخدمها سواء للرضيع او لغيره تستخدم لحد اربع شهور وبعد منها ماده الابو بروفين ماده الابو بروفين ما ق μια لابض اربح شهور ممنوع است nickel possible وفوما تحصل من عمر في الابو بروفين اما بالنسبة لحبيب الشعبت وضلكم الدكلفناك انه مدان ولفترة Think št ambitious ويوجد في ادوية كثيرة جدا Lithofalan اي دواء يحتوي على مادة ديكلوفيناك ممنوع للأطفال يجل من عمر سنة عشان يؤثر على الكيلة ويعمل مشاكل خطرة جدا في كيلة الطفل حافظ على كيلة طفلك وبلاش تدي الدواء ده طيب امتى نروح للدكتور؟ لو الحرارة فضلت عالية عند الطفل ومرتفعة ومنزلتش بكل الكلام ده وفضلت فترة كبيرة الحرارة مستمرة مرتفعة لازم نروح للدكتور والدكتور يبدأ يشخص الحالة ويديك العلاج المناسب للطفل ده سؤال ينسأل كتير جدا طفل زوره ملتهب ياخد مضاد ضحية ولا لا؟ بلاش تدي مضاد ضحية من نفسك المضاد الحيوي لازم للدكتور اللي يكتبه علشان ما يأثر على مناعة الطفل والتهاب الزور والحل بيحصل بنسبة 90% بسبب التهاب فيروسي والمضاد الحيوي ما بيكونش له أي دور خالط عشان كده بلاش نستخدم المضادات الحيوية عمال على بطال للأطفال عشان ما نجليلش المناعة بتاعته ونأثر على مناعته ونأثر على صحته ونأثر على الكيلة بتاعته بلد الحيوي لازم نكتب إشراف الطبيب هو اللي يكتبه ويكتب الجرح المناسبة للطفل بتاعه بعد النقاط المهمة اللي لازم نناوه عنها الطفل عنده ارتفاع في درجة الحرارة ومفيش أي عراض تانية لازم نعمل تحليل بول عشان ممكن يكون عنده التهابات في مجرى البول او عنده حصوات هي اللي عاملة السخنية لازم نحل البول ونتطمن عليه اتنين لو الطفل عمره اقل من شهر وعنده ارتفاع في درجة الحرارة لازم يروح للحبان ويروح للدكتور يتطمن عليه ويشوف السبب ايه تلاتة اي حرارة وبدون اعراض مستمرة لازم فحصات وتشخيص الطفل علشان ممكن يكون عنده مرض مناعي زي مرض حمى البحر المتوسط او الامراض المناعية بتسبب ارتفاع في درجة الحرارة بدون ظهور اعراض تانية غير ارتفاع في درجة حرارة الطفل وبكده يكون وصلنا هايزة الحلقة اتمنى تكون الحلقة اعجبتكم لو عجبك الفيديو تسيش تعمل لايك وشير وكومنت عشان يصلي الكل جديد والسلام عليكم